سبعة الخير لكم مرة تانية لكل المشاهدين قبل أن نبدأ ونقول لكم بإمكانكم التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي والرقم الظاهر أسفل الشاشة وفقرتنا رئيسية لنهار اليوم حاضر معايا الكاتب والروائي الطيب الصيادة مرحبا بك معنا أهلا وسهلا الأخت الكريمة شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أنا سعيد جدا بوجودي معكم نحن سعداء كذلك طيب في البداية عرفنا شيء بنفسك أستاذ طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب صياد آتي من منطقة سيدي عامر في ولاية المسيلة يعني بدأت المجال هذا الكتابة والأدب والقراءة في سين مبكرة عن طريق الوالدة التي علمتنا أساسياته الحواية القراءة والمطالع وحتى الكتابة يعني أحببت واملت إلى هذا المجال تقريبا في نهاية المرحلة الابتدائية كنت أكتب قصص يعني صغيرة باللغتين العربية والفرنسية ثم كانت الانتقالة المميزة في مرحلة المتوسطة حيث يعني طورت نفسك ربما أكتر شغفت يعني بمكتبة المطالع الموجودة في المؤسسة وأصل المتوسطة معروفة على المسيلة ولاية المسيلة أنا تخرج كتاب الله يسلمك شكرا يعني هذا من حسن يظنيكم في مرحلة المتوسطة كنا يعني شل من الأصديقاء الصغار يعني في ذلك السن كنا يعني نهيمين جدا في القراءة نطالع وكان لدينا يعني المفتاح للمكتبة المؤسسة كنا نطالع بشكل ربما فوضوي لكنه يعني نفعنا فيما بعد كنا نطالع عدة عنوين في الرواية في الأدب في الشعر في كل مجالات حتى الموسوعات الإلمية وإن كانت فيها نوع من الفوضى لكن حببتنا في القراءة أكثر وأكثر لم تصل مرحلة أو نهاية المرحلة المتوسطة حتى تعلمت أساسيات كتابة الشعر العمودي بطريقة يعني شخصية أنا تعلمت الأوزان الشعرية واستطعت الشعر الحر يعني لا الشعر العمودي يعني الموزون الشعر الموزون تعلمته بنفسي عن طريق المطالعة وصعب جدا لأنه خاصة في تلك مرحلة صغير وثانيا من دون معلم يعني تعلمته من تلقاء نفسي يعني عن طريق القراءة؟ أتذكر قاموس المورد وهو قاموس لبناني قديم جدا كان موجود لدينا في المنزل مكتبة المنزل من خلالها تعلمت أساسية كتابة الشعر العمودي وكتبت قصيدة أتذكرها وإن كانت طاعة نسخة الأصلية لها عبارة عن حوار ما بين طفل جزائري وطفل فلسطيني عن موضوع الحرية الحرية يعني كيف استقل الجزائر وكيف ستستقل الفلسطين في يعني كان موضوع ربما أكبر مني لكني كتبته بطريقة 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 يعني بما يناسب ذلك للسن مرحلة الثانوية يعني انطلقت بخطة يعني واسعة جدا في كتابة الشعر خاصة الشعر فيما يخص فيما يخص الرواية كانت متأخرة نوعا ما طيب من الشعر إلى النظر كيف كان المشوار كان غريب جدا لأنه كان اهتمامي الأول في الشعر كنت أحب الشعر العربي الشعر العمودي وأكتبه بطريقة تغريبا يومية كنت أكتب دائما إما أبيات صغيرة أو قصائد يعني في كل موضوع وفي كل يعني مظهر من مظاهر الحياة أو قصة تحدث لي أكتبها على هيئة قصيدة عمودية وأختار بحر من المصطلحات التي تستعملوهم في كتابة الشعر صعبة أو يعني فهمها المصطلحات التي يكتب بها أي كاتب تعتمد على ما قرأ وأنا في تلك المرحلة كنت أتيت على كثير من الدووين الشعرية العربية قرأتها القديمة القديمة يعني الشعر الجاهلي والشعر الأموي والشعر الأندلسي خاصة طيب لما قلت للشعر الجاهلي فهمت كل شيء نعم نعم فعلا والله يعني والغريب أنه لا أدري كيف حتى استطعنا قراءة تلك الدوان في تلك المرحلة وكنت تفهموها عادي أو تلجأوا إلى القواميس؟ كنا نحاول أن نفهمها ونعيد قراءتها نتناقش فيما بيننا يعني في المكتبة أو في يعني في ذلك الوقت لم توجد أي وسيلة من وسائل كان أهمنا الوحيد هو الكتاب ولهذا تعلقنا به بطريقة يعني رائعة جدا يعني كانت مفيدة لنا لحد الآن نحن الجيل تعني يعني نحافظ على ورد من القراءة بشكل يومي بشكل يومي لأنه لم نتعلق بالهاتف أو بالكمبيوتر أو بوسائل أخرى يعني شغلت بالكتابة والقراءة؟ ربما القوة التي منحنا في تلك المرحلة يعني صرفناها كلها في مجال القراءة ولهذا استطعنا أن نفهم جزء لا بأس به من المقرؤات كانوا يصروا بينتكم جدالات حول تأويل المصطلحات يعني كل واحد يفهمها بطريقة وربما؟ كان همونا الوحيد هو النقاش في أي نص نقرأه مثلا ديوان جرير أو ديوان ربما إمرأ القيس أو ديوان إبن زيدون لأنه كان يكتب قصائد عاطفية وكان كنا في تلك المرحلات على المراهقة نحب قراءتاته القصائد العاطفية أو الرومانسية نتناقش فيها بإفاظة وربما نلجأ حتى إلى الأساتذة أو إلى من هم أفضل مننا أو أكبر مننا في السن وفي المجال هذا فنتناقش وتحدث بيننا حتى ربما بعض السجالات الشعرية أو الأدبية كانت مرحلة مميزة جدا يعني المتوسطة أو الثانوية أساتذة كانوا يدعموكم في هذا الوقت؟ والله الأساتذة المرحلة هذه كانوا رائعا جدا لأنهم كانوا يحملون ثقافة واسعة جدا أي مطرح أو أي موضوع تطرحه عليهم يمكن أن يجدوك معلومات يصحعون لك خطأا ينتقدونك أنا مثلا أختي الكبرى كانت لها تجربة في الرواية فطالبت مني أن أخذ نسخة من تجربتها إلى أحد الأساتذة فكتب عليها نقد وقراءة يعني كان تواصل ما بين الأساتذة والتلاميذ التلاميذ في تلك المرحلة طيب ثلاث روايات حكى التاريخ نعم حقبة زمنية معينة فمن العثمانية إلى متاهة قرطبة وبعدها بيت أسيا قرمزلي فحكينا على رواياتك واش قدمت فيهم الثلاثية هذه كما ذكرتها الأخت كريمة هي بالترتيب نعم العثمانية ثم متاهة قرطبة ثم بيت أسيا قرمزلي يمكن ربما لا أستطيع أن أقول إنها أجزاء ثلاثة ولكن هي ثلاثية لأنها تناقش موضوع واحد يعني تكمل واحدة تكمل الأخرى تكمل الأخرى وتحتوي على شخصيات مشتركة يعني الشخصيات تنتقل من رواية إلى أخرى وتكمل قصة وكأنها قصة واحدة تكملها من خلال مراحل زمنية معينة الموضوع الأساسي ربما لهذه الثلاثية هو الكتاب الكتاب العربي القديم أو ما يسمى بالمخطوط مخطوط العربي هذا ربما أنا اهتمم به بسبب دراسة الأكاديمية لأنني درست في تخصص اللغة العربي ودراسة القرآنية كان لنا مجال بدراسة وتحقيق المخطوطات يعني الكتب المكتوبة باليد والتي يراد إخراجها أو إعادة طباعتها يعني الكتب المكتوبة في العصور القديمة سواء في العصر الأندلسي أو غيره فكان اهتمامي بإحدى المخطوطات التي لا تزال لحد الآن ضائعة وهي مخطوطة ألفها عالم أندلسي يسمى بقي ابن مخلد القرطبي أحد علماء القرن الثالث الهجري هذه المخطوطة من أهم الكتب المؤلفة في التاريخ الأندلسي ضاعت فيما ضاع من الكتب التي ربما أحرقت في عهد فرديناندو وإيزابيلا وفي نهار الدجلة تانيش والكتب التي ضاعت عند غزو المغول لبغداد وبلاد شام فكانت هذه المخطوطة ضحية أنا جعلت منها بطلة يعني بدل أن تكون ضحية جعلت منها بطل ربما تختلف هذه الطريقة في أن تكون الرواية تشمل على بطل هو رجل أو مرأة أنا جعلت البطل هو المخطوطة أو البطل هو الكتاب طبعا استعنت بعدة شخصيات سوفيان وآسيا وغيرهما من الشخصيات تبدأ القصة من شاب يسكن المنطقة التي أنا فيها بطبيعة الأول عمل لأي كاتب يحاول أن يسقط بعض أوصافه وبعض تجاربه يعني حطل لمسة بعض اللمسات حتى يقال أن الرواية الأولى هي السيرة الذاتية لأي كاتب تقريبا وإن كان المقولة ليست صحيحة 100% ولكن فيها نوع كبير من الصحة من الصحة فالشاب هذا الصغير ينتقل بأمر من والده من تلك المنطقة من سيد عمر إلى الجزائر العاصمة بحثا عن العمل ويتوقف عن الدراسة بشكل مرغم مرغم بسبب طلب أبيه فيبدأ في العمل ثم في تلك المرحلة يتعرف على عدة أصدقاء في مجالات معينة لم يكن له عليها الطلاع هذا المجال هو مجال مخطوطات فيه يدخل في مجموعات يعني على وسائل التواصل الاجتماعي ويبدأ يتعرف تدريجيا على هذا المجال مجال التحقيق المخطوط والأساسية التعوى إلى آخره فيتعرف على صديقة باسم مستعار هي تسكن هنا في الجزائر العاصمة ثم تكشف له عن شخصيتها واسمها تسمى آسيا قرمزلي هذه آسيا قرمزلي تبدأ من رواية العثمانية يعني من الرواية الأولى هذه آسيا كانت شخصية أكاديمية مهتمة بالتاريخ ومهتمة في جانب آخر بتحقيق المخطوطات وتعرف جيدا هذا المجال فتتعلق بسوفيان وهو أصغر منها سنا بعلاقة فيها قليل من الحب لكنه غير واضح جدا ثم تطلب منه المساعدة للبحث عن هذه المخطوطة الضائعة وتقول له إنها موجودة في منطقتكم يعني في منطقة سبي عامر أو بوسعادة فهو يستغرب لماذا طالبت منه هذا الطلب يعني هو جديد في هذا المجال وبعيد ربما إلى حد كبير جدا فينتقلا إلى يعود إلى منطقة بوسعادة بحثا عن المخطوطة ثم تنتهي قصة الرواية العثمانية الأولى في أنهم يقبض عليهم منطرف الشرطة بتهمة بعيدة نوعا ما ثم تنتهي رواية العثمانية بنهاية مفتوحة نعم ثم تأتي متاهة قرطبة لتكمل العثمانية ماذا حدث للمخطوطة هل تحصل عليها أم لم يتحصل كيف حدث ذلك يعني أنصر تشويق كان فيها كان تشويق في نهاية المفتوحة في رواية العثمانية ثم تنتقل متاهة قرطبة وتحكي العثمانية على المخطوطة بطريقة فيها رمزية وفيها استعادة للتاريخ الأندلسي عن طريق شخصيات هي ابن حزم الأندلسي الفيلسوف وابن عربي الشيخ الأكبر يعني هذا اللواية أسمح لي برك كلها من نسج الخيال هي من نسج الخيال لا فيها شيء ما اعتمدت على مراجع ربما لأنها تحكي على تاريخ حقبة معينة من زمن فعلا فعلا أنا كما ذكرت لك الموضوع الأساسي هو مخطوطة بقي ابن مخلد وهي حقيقية موجودة في الواقع والحمولة المعرفية لرواية ثلاث كلها معتمدة على مصادر عديدة جدا خاصة في التاريخ الأندلسي أذكر على سبيل المثال جذوة المقتبس لأبي عبد الله الحميدي أذكر تاريخ علماء الأندلسي أبي الوليد ابن الفرضي أذكر كتب التي ألفها ابن حزم مثلا الإحكام مثلا النوبذ مثلا التقريب إلى حد المنطق أذكر كذلك مؤلفات كتبها ابن عبد البر الأندلسي الحافظ أذكر بعض كتب ابن عربي الشيخ الأكبر مثلا فتاوي ابن العربي مراجة عديدة لا أستطيع حصرها في هذه الأسبوحة وأنا منذ بداية كما ذكرت لك كنت أطلع على الأدب العربي القديم والتاريخ العربي القديم يعني كل هذه الأمور ساعدتك في كتابة روايتي ساعدتني وربما في اللاوعي كما يقال أو في العقل الباطن هي التي وجهتني إلى كتابة هذا الموضوع يعني لم يكن مجرد صدفة يعني قراءاتي السابقة واهتماماتي وميولاتي في الأدب القديم والتاريخ القديم والتراث العربي الإسلامي هي التي وجهتني إلى كتابة روايات تتحدث عن موضوع المخطوطات الرواية الأخيرة بيت آسيا قرمزلي هي تصريح بربما أهم شخصية في هذه القصة ككلها وهي آسيا قرمزلي قراءة الذين قرأوا العثمانية ومتاهت قرطب يعرفون الشخصية لماذا قرمزلي؟ قرمزلي أنا اخترتها فتاة عاصمية تسكن العاصمة لكن أصولها من مدينة المدية وبالضبط من البرواقية تنحدر من أصول كرغولية تركية يعني أبوها في القديم التركي وأمها من الأمازيغ من منطقة القبائل ماتت بعد أن شاركت في الثورة وإلى آخره قرمزلي أنا اخترت هذا الاسم من بين عديد الأسماء التي كنت أختارها لأنه اسم يمثل عنصر التركي أو الكرغلي في الجزائر قرمزلي بمعنى الأحمر لأنه بالتركية كرمزة هي الأحمر واللام قرمزلي هذك اللام في الأخير هي اللام النسبة في اللغة التركية يضيفونها للنسبة مثلا جزائري جزائر جزائري نحن نضيف الياء في النسبة في التركيا يقولون مثلا جزائر والنسبة إليها جزائر لي لي هذك هي النسبة وموجودة كثيرا في الجزائر في سوريا كذلك في الجزائر موجودة ربما الناس لا يلاحظونها بكثرة مثلا حنطابلي مثلا قرمزلي مثلا بورسالي أي إزميرلي مثلا مستشفى إزميرلي هذه نسبة إلى إزمير تركيا كان شخص يسموه إزميرلي من مسكان الجزائر العاصمة عدة ألقاب أصولها تركية وأنا اهتممت في روايتي الثلاث بالعنصر التركي أو الكرغولي لأنه لا يجد له أي اهتمام في الأدبية الجزائرية بصراحة غالبا غائبة أو شبه منعدمة شبه منعدمة لماذا؟ لأنه غالب الكتاب أو الكتاب في التاريخ أو في الأدب يهتمون بالعنصرين العربي والبربري أو الأمازيغي لكن لا يهتمون بعنصر كبير جدا موجود في عدة مدن من تلمسان إلى وهران إلى هنا تيبازا والجزائر العاصمة إلى بيجايا إلى أقسنطينا ثم إلى المدن الداخلية البوليدا المدية فيها نسبة كبيرة جدا من الأتراك والكراغلة المسيلة في مدينة المسيلة وفي مدينة بوسعادة كذلك هناك حتى قرى في مثل المسيلة أو مدن صغيرة كلهم من أصول كرغولية وهذا معروف لكنه غير موجود في الأدبية الجذور تاهم يعني؟ الجذور بطبيعة الحال الجذور التركية مثلا منطقة سيدي إبراهيم ترجع كلها إلى إبراهيم الإسلامي المدفون هنا في الجزائر العاصمة وهو من إسطنبول نعم يعني هذا هو الشيء اللي يخلاك تسميها قرمزلي قرمزلي نعم أنا اخترت هذا الاسم لأنه فيه نبرة نوعا ما مميزة واخترتها من بين عدة قرمزلي هي البطلة في الرواية هي التأثير تاحة والحضور تاحة ليس بنسبة كبيرة لكن هي المؤثرة الحقيقية في القصة ولهذا تنتهي الثلاثية بقصة حزينة عن أسيا قرمزلي بعد نضالها ودفاعها عن المخطوطات وعن تاريخ الجزائر وعن عدة قضايا يعني جوايا الثلاثة تناولت عدة قضايا الموضوع الأساسي هو المخطوطات لكن هناك قضايا التاريخ إعادة كتاب التاريخ الجزائي ونحن في السنة الأخيرة شهدنا تحركات رسمية وشعبية وحتى من النخبة في مجال إعادة كتاب التاريخ هناك عدة ملتقيات حدثت على مستوى وزارة الثقافة وزارة المجاهدين شاركت فيها حضرت بعضها خاصة في وزارة الثقافة على مستوى مكتبة الحامة هناك إرادة ولكن ليس هناك تفعيل كبير جدا لمخرجات تلك المؤتمرات إعادة كتاب التاريخ الجزائري بعيدا عن كل إديولوجيا بعيدا عن كل مماحكة سياسية أو أي خلفيات أخرى كتاب التاريخ كما هو يعني كما حدث لأننا لا يمكننا التغيير ما حدث يمكننا كتابته أو يمكننا إخفاءه لكن كيف توصل إلى الحقائق هذه؟ أظن وأنا كاتب روايي ولست مؤرخ أظن أن الرواية التي تستهدف العاطفة وعاطفة القارئ يمكنها أن تثير إرادة البحث وإرادة التغيير غالب الناس خاصة في وقتنا يقرأون الروايات ولا يقرأون كتب التاريخ يمكن أن نجعل الرواية بديلا مؤقتا عن التاريخ ما هي الروايات التي تستهوي الجزائريين في القراءة لها؟ هناك نسبة صغيرة جدا للقراءة في الجزائر حتى نقسم تلك النسبة الصغيرة ماذا يريد الجزائريون أو ماذا يقرؤون سنكون في عملية دقيقة جدا مجهرية وكأنها عملية مجهرية الجزائريون يقرؤون بطريقة مرحلية فصلية مناسباتية إن صح إنجاز التعبير وتقطع جدا تكون مرتبطة للمعرض دول الكتاب أو ببعض الجلسات لمناقشة كتاب ما ليس هناك استمرارية وليس هناك عادات وتقاليد في القراءة يقرؤون بعض الروايات المتكررة أو التي تموج في الساحة يقرؤون بعض الكتب التي تتحدث عن تاريخ الجزائر لكن كتعمق ليس هناك تعمق الجزائر لها تاريخ عائق جدا وقرون مثلا كنا أمس في تيبازا في معرض كتاب دعيت إلى معرض كتاب في تيبازا في الجامعة ومررنا على بعض المناطق السياحية في تيبازا فوجدناها تحوي ثقلا تاريخيا وحضاريا كبيرا جدا فتسألت أنا وأصدقائي أين نحن من كل هذا أين نحن كنخبة وأين نحن كشعب من كل هذا الإرث الثقافي والتاريخي وعلى هذا النوع يعني نعم على هذه الثقافة التي تحميل الجزائري وهذه الحضارة نسبة القراءة تجعلني أخجل أن أتكلم عن ما يقرأ عن ما يقرأ الجزائري لأنها نسبة ضعيفة جدا هناك إحصائيات تقول أنه عملها بعض الأساتذة في الجامعة نعم في عجلة ربما الوقت دامنا نعم أعتذر على كل حال ربما تصل إلى 0.07% من الذين يقرؤون من الطلاب الذين يقرؤون يعني من دراسات الأكاديمية ردرهم نعم بعض دراسات الأكاديمية نعم طيب نخرج شوية من القراءة أو الكتاب نعم قل لي تحب الأغاني القديمة ربما لا أحب إلا الأغاني القديمة تقريبا الميولة كلها قديمة جدا والسؤال يعني في مناسب جدا نعم الموسيقى أو الأغاني أنا قديم جدا حتى أن بعض الناس يسألوني في ميولاتي أقول أنا رجل قديم يعني رغم أني شاب لكني قديم في ما أسمع أسمع الغناء الشعبي الجزائري بكل أنواعه الشرقي والقصيد القصنطينة والعاصمة وتنمسان الحوزي والمالوح يعني كل ما هو طرات جزائري الأندلوسي عموما كل ما يغنى بطريقة الأندلوسية كذلك أسمع الموسيقى النايلية القديمة التي ربما تسمى القصبة أو تمثل الهوية الجزائرية نعم فاليوم عندنا احنا فقرة نوستالجي اللي دايما نحضر معنا في برنامج صباح الوطنية الجزء الأول من فقرة نوستالجي نحن تعرفوا عليها الآن نشوفوا شاطورنا لنهار اليوم ترجمة نانسي قنقر